اشتركوا في القناة عندي بروكلو اللي يكون طيبته في المامعة ورقارند سنينة ثوم ملح وفلفل اسود بعد ما طاب عصرته مني يحمل ما هذاك خليته كتر وزدت عصرته قصيت عليه شوية معدنوس تحبي تديري المعدنوس وحده تحبي يضيفي له لحم مفروم ولا دجاج ولا اي حاجة حبيتي تضيفيها ضيفيها له عندي فارينة وخبز مرحي والبيض اللي باش نغلف به هذوك الكروكات وللسلسة رح نستعمل سلسة طماطم فيها فلفل حار وبصلة وسنينة ثوم حتى هي قصيتها صغيرة والطماطم كيمكن شوفوا قصيتها مكعبات صغيرة ما ربيتهاش هنا السلسة رح نديروا السلسة اللي تحبوها انتوما اول حاجة رح نسبق فيها نسبق بتحضير السلسة من بعدها نعودو نوليو لكروكات هنا رح نحتاج الجوب اللي كنت نسيت مذكره لكم في مقلاء رح ندير شوية تعال زيت تحبو تديرو زيت عادي ولا زيت زيتون ولا زبدة كما تبغيو نحط هذيك البصلة والفلفل يطيبو يعني يطيبو مشين ذب لهم برك نطيبهم اللي تحب ذب لهم فقط تحب يعني تستطعم البصلة والفلفل تحا نصطيب تخليهم نصطيب خليتهم اي طيبو من جهة رح نوجد الزيت اللي باش نقلي فيه لكروكات لانه نحتاجو زيت يكون ساخن شوية بعد ما طاب الفلفل والبصلة كما رح كنت لاحظو نضيف عليها شوية معدنوس هنا المعدنوس رحو اضافة اللي تحب الضيفو اللي تحب تخلي فقط البصلة والطماطم والفلفل الحار انا هنا استعملت فلفل الحار تقدري تديري فلفل حلو كما تقدري تستغنائي عليه من بعدها ضفت عليها الطماطم رح نتبلها بملح وفلفل اسود فقط تحبي الضيفي الفلفل العكري ولا الكمون ولا اي ثوابل ضيفيهم ضيفيهم هنا ماني رح نزيد طماطم مصبرة ماني رح نزيد لها الماء يعني الطماطم هذيك وحدها رح تطلقي المادة حها ورح الذوب خليتها الطيب ورح تنوجد لي كروكا تنهز كمية في يدي كما راكم تلاحظوا انا هنا الكمية ننهزها قس ملعقة الاكل كما راكم تشوفوا نحاول انحلها على الكفتة عيدي ونجيب القليل من الجبن هنا تحبي تديري جبن ابيض فقط تحبي تديري جبن ابيض ولا الجبن المبشور نجوم تشيدار ولا قريير ولا اللي تبغيهن تيا تقصيهم اعواد وتحطيهم في النص مع الجبن الابيض من بعدا نمررهم في الفارينة من بعدا في البيض من بعدا في الخبز المرحي يعني طريقة تقليدية العادية كيما تقدري تخلطي هذي المكونات يعني الفارينة والبيض تخلطيهم ع بعضاهم وتحطي هذوك الكروكات فيهم ومن بعدا تمررهم في الخبز المرحي يعني تديري جوج مراحل احسن من ثلاث مراحل لكن المبتدئات يحبوا بالحاجة يحبوا بالدرجة بالدرجة هنا لما ما ساعدتهاش يعني العملية ولا ما حبتش تدير هذة الطريقة تقدري بعد ما ترحي هذ البروكلو تستغني نهائيا على هذو الفارينة والخبز المرحي تضيفي فقط البيض وتحطيهم في القوالب السيليكون ولا قوالب فردية وتحطيهم في الفرد انا حبيت نديرهم هذة كروكات لخطر يجيوا مقرمشين ويجيوا فارغين من الداخل وما يشربوا الزيت نهائيا راح نكمل الكمية كامل بعد مشكلة الاصابع كيما راكم تلاحظوا راح اللحوم في الزيت اللي كنت حطيتها سخنت من قبل هنا ضروري انه الزيت يكون سخون حتى واذا كان سخون بزاف ما يهمكش لانه البروكلو تاعك طيب والحشوة اللي راكي دائرتها الداخل ما تحتاج انها تدي وقت في الطياب يعني بمجرد انك تحطي هذو الكروكات تاوعك يديوت حميرة فقط وكام ملاحظة هذو الكروكات ما يحتاج انك تخلي البروكلو يريح ولا يعني ما هيش كيما المعقودة يعني متخافيش ماهمش راح يتحلولك نهائيا الحاجة الوحيدة اللي لازم تديرها هي انك تعصريهم الماء وتقطريهم الماء مليح كما راكم تشوفو راني نقلب فيهم بكل سهولة ما تحلولي ما خرج الجبن من الداخل ما في زد الشكل تاحهم وبعد ما ادى هذه التحميرة كما كم تشوفو راح نصفيهم الزيت ونحطهم على الورق المس يمتصلي هذك الزيت على الزيت لخطر هذو الكروكات ما يجيوش خلاص من زيتين عمليك الكروكات فيه شكلهم النهائي كما راكم تلاحظو هنا تقدروا تقليهم حتى في الفريتوز اذا حبيتو اللي عندها يعني الفريتوز كما راكم تشوفو جيو مقرمشين ومن الداخل يجيو طريين وفارغين والجبن هذا كما راكم تلاحظو راهو في بلاستو يعني ما ذابش والحبة تعنا ما تحلتش هذي تعتبر وصفة صيفية ولا تقدروا حتى تديرها كمقبلة انا صراحة استعملتها يعني درتو كطبق رئيسي مع هذيك مع هذيك السلصة اللي رافقتها معها وكأنها شكشوكا سبق لي ودرت لكم عدة وصفات بالبروكلو ورح نخلي لكم فيديوهات في اخر الفيديو يعني رح يظهروا لكم في الشاشة ورح نخلي لكم ايضا الروابط في صندوق الوصف ان شاء الله هتكون وصفتنا نهالي يوم عجبتكم تجربوها تنشحوا فيها وتعجبكم وتخليوا لي اراءكم بعد تطبيق الوصفة والى اللقاء في وصفات وفيديوهات جديدة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة